اطلع وكيل محافظة حضر موت سالم بن شرمان على سير امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2023-2024 بكلية المجتمع بسيئون وذلك خلال تفقده ومعه عميد كلية المجتمع الدكتور فهمي فراوة على سير العملية الامتحانية التي تقدم لها 455 طالبا وطالبا موزعين على ثمانية أقسام تخصصية لثلاث مستويات تعليمية وأشهد الوكيل بن شرمان بالترتيبات التي تمت لتهيئة الأجوال الطلاب مؤكدا أهمية الاهتمام بالتعليم المهني بما يلبي احتياج السوق المحلية من الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات والمهن